هؤلاء الموالون يقطعون مئة الكيلومترات من أجل تزود بالماء وسط صحراء البنود القاحلة في ظل نقص الآبار وبعدها عن المراعي والتجمعات أرى أننا نجي 130 كيلو من شعالة مننا نسقي بها نسقي الماء هيا كيف دار والصاندى ولين القرب ما كاش يودي المحن نرى أننا منه ياسر لا ماء لا ضهولة حية ونرى أننا نسمى عمر البلاد قيب كد غياب المواليدات بالآبار القليل التي قامت مصالح محافظة السهوب ومصالح مديرية الفلاحة بحفرها في وقت سابق ولدت موجة استياء اضطرت معها الموالين إلى الاستعانة بمواليداتهم الخاصة هذا قيل موته ارتعي راني جايبه من شعالة 130 كيلو راني جاي نسقي هنا بالصحة كان يجي واحد آخر ما يلقاش الله قال ما يلقاش باش يسقي ما عنداش نموته كياني نسوان دهناش حالون صانداديرتها الدولة ما قصرتش ولكن باش تلقى موتور ولا حاجة في صانداديرينه ما كارش احنا نطلبون من رئيس البلدية هذا الحواسي هذون لو يرممهم يدينهم لفانة خطر غاقاشي راها ناس تشرب بالزهف راها مواشي راها سوال حب بالزهف راها تمقبون فيها وفي غياب أي مبادرة تذكر من المصالح المعنية يبقى موال البنود وحدهم من يتجرع آثار العطش والبعد عن منابع الماء من أقصى بلدية بولاية البيض كان معكم نوردين مهداوي للشرق نيوز اشتركوا في القناة